سلام عليكم حبايبي طالب التالت سنة الحلقة اللي فاتت طبعا بعد معرفة المقدمة في الحلقة الاولى طبعا على الاساسيات اللي انت لازم تكون متمكن منها بدنا نتكلم على اتنين اللي هما الكربونيت والبي كربونيت قدر الامكان هيمشي واحدة واحدة كده عشان نشرح بتفاصيل بس بعد ما انخلص الجروب بتاعت الداليوتد اتش اس ال ان شاء الله بازن لها ادي لك مجموعة اسئلة بس لازم المرحلة الاولى تتمكن من المعلومة الاساسية خد بالك انا قلت لك مرة اه قبل كده وبكرارك للمرة الاخيرة لو سمحت اتمكن الاول من المعلومة الاساسية يعني تمكن منها واعرف التفاصيل بتاعتها وان شاء الله سيب الباقي بعد ربنا شهر تعالى علينا فانماط الاسئلة بس الاول تمكن الاول من المعلومة الاساسية ونصيحة اب لو تتقبلها خلي دايما قدامك كتاب المدرسة خلي دايما قدامك كتاب المدرسة لان حركة تخش بكتاب المدرسة حركة تعتمد بعض ربنا شهر تعالى على المعلومات اللي موجودة فيه ده اقيم حاجة موجودة عند حروتك اذا تعود تعليم من دلوقتي هيراحك في المرحلة اللي بعد كده ان شاء الله بازن لها نهاردة ان شاء الله في حلقيتنا النهاردة هنركز على عن السالفايت خد بالك حبدأ كده على بركة الله اعمل ديتيكشن عن الاول الراديكال اللي اسمه سالفايت احنا متعودين نبدأ دايما بالمين تيست ايه هي المين تيست انا اديتك قواعد عامة المين تيست عندنا اولاد هاختار سولد تقول لا يا مستر مش اي سولد لازم يكون سولد الحالة بتاعته سولد تبدأ سولد سولد ماشي هضف له اسد دولي برضو لا يا مستر مش اي اسد طالما المين تيست يبقى انت هتستخدم اي ضايل اسد حالته ككونسنتريشن ضايل ولكن لازم يكون مور ستيبل تاني يعني ممكن احط ممكن كل الاسد دي هي ضايل يوتد او هي وحالتها ضايل يوتد هي مور ستيبل عن الاسد اللي جاب لك السالفايت ايه اللي هيحصل تونيستر حالوتك ده اسد مور ستيبل ايه قراره هيربلسمنت الاسد اللي هي ستيبل من السولد بتاعه ايه اللي يتكون هيتكون عندنا صوت يام كولورايد الطبيعي يطلع الاسد ده لو ال H2 SO3 ولكن الاسد ده زي ما اتفقنا H2 SO3 عنده استابليتي قليلة جدا ده سير مليئان استيبول فعلى طول وانا مغمض هبتدي عندنا احوله الى ووتر حالتها ليكود الى جانب سالفر دايكوزايد الحالة بتاعته جاز وطبعا اكيد ما تنساش ان ده وان اقوس وحط هنا تو وهنا تو تاني يعني هيدروكلوريك اسد عنده استابليتي اعلى من ال H2 SO3 فداخل الضاليوتد هيدروكلوريك اسد عمر بليسمينت لل H2 SO3 من السلط بتاعته بما ان ال H2 SO3 اسد عنده استابليتي قليلة حصل له ثيرمال دي كومبوزيشن والداني ووتر و S2 عشان كده في حتة فنية هتتعلمها لما تخش الجامعة كده ان شاء الله يقول لك يفضل وانا بعمل عن الفيرست انالاتي الجروب اللي هي الجروب ري ايجنت بتاعها ضاليوتد HSL اللي هي الأسيدي كراديكل اعمل جنتي ليهيتنج تاني اعمل جنتي ليهيتنج ليه عشان اطرد الجاز اللي موجود جوه تيوب اطلعه انا يهميني الجاز اللي هيطلع ده انا بعمل اصلا الديتيكشن عشان فيه جاز يطلع اما مميز بلون او اكون لون مميز ليه تاني يعني وانا بعمل ديتيكشن عن الفيرست انالاتي الجروب الاسيدي كراديكل يفضل اعمل جنتي ليهيتنج الجنتي ليهيتنج ده بيعمل اكسبل للجاز من جوه التيوب او الجازس اللي اتكونت من جوه التيوب تبتدي تطلع لو هي ملونة تمام لو هي ملهاش لون هعمل عنها ديتيكشن لما فخدت حضراتك في الجزء اللي فات الكربون دايكسايد كنت بمراره على الكليل كليل راي موتر للشرطة طايم لو حراك فاكر تب المراد يا مستر محمد طلع اسو اوتو قول لي اخد بالك قوي من الاسو اوتو ده عليه شغل كتير جدا اسو اوتو عندنا اولاد جاز طبعا تقول لي طب تمام هو عنده انا معرفش يعني ايه انا معرفش يعني ايه انا معرفش يعني انا معرفش انا معرفش استخدم لسميل بتاعته عشان اكشف عليه طب ما لانا باستخدم ايه قولي مستر الحدودك انت علمتنا لازم لون يتكون لون يختفي تغير لوني تغير لوني ملحوظ هو ده اللي انا هعمل عنه او هعمل بي ديتيكشن طب يا مستر انا عندي ادي اسو اوتو هبتدي استخدم بوتاسيوم دايكوروميت بوتاسيوم دايكوروميت اسيليفايت كي توسي ارتو او سيفن معا شويهaded انا فكرني كده انت في شابتر وايه ايه معلومات حركة عن ال بوتاسيوم دايكوروميت اسيليفايت في المستر انا فاكر ان ال بوتاسيوم دايكوروميت اسيليفايت ده ده اوكساديزنج ايجنج كميل جدا طب يعني اوكساديزنج ايجنج تقول لي اوكساديزنج ايجنج يعني في بروسس اسمها Reduction هتحصل له كويس طب يبال Reduction دي هتحصل ليه هو طب يعني هو هيعمل Oxidation أكيد هيعمل Oxidation لمين قوله أكيد هيعمل Oxidation للسلفر دايقصايت يعني السلفر دايقصايت ده أكيد هو Reducing Agent لأنه هو أكيد هيحصل له Oxidation قد بلك من الحتة دي عشان دي مواضع أسئلة يعني السلفر دايقصايت ده جاز قابل للأوكسيديشن جاز يشتغل كريديوسينج إيجنت إيه الدليل؟ أقول لحركة لما نكمل الإكوشن حركة تعرف بس أنا في حاجة عايز أعلمها لك غالباً هو راجل هنا مش بيسألك على الإكوشن قوي لأن الإكوشن كده كده موجودة عند حروتك غالباً بيسألك على التغير اللي حاصل التغير اللي حاصل إما أوكسيديشن أو رداكشن أو نايذر نور طيب وأنا هقدر أكش في الكلام ده منين؟ اللي بسيطة جداً مثلها تتبع قيمة 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 قيم ليه اكيد ده اللي فيه بوتاسيوم والبوتاسيوم ده هو من طيب ايه كمان في عندك كروميوم سالفيت مرة عليك ده قبل كده يا ولاد من زمان لا مش من زمان قوي ده في شاب تروان كروميوم سالفيت يا ولاد قيمة الوكسيديشن نمبر بتاعة الكروميوم هنا بوصف ثري طيب يعني معنى كده ان الكروميوم كان داخل ببوصف سيكس اتغير عندنا البوصف ثري يعني معنى كده ان البوتاسيوم داي كروميت حصله ريداكشن فعلا الوكسيديشن نمبر اتغيرت من بوصف سيكس لبوصف ثري طيب معلش يا مستر يعني الكروميوم سالفيت ده مرة علينا في شاب تروان قلناك اه فاكر فاكر لما كنا بنقول الكيميكا الكمبون ده اللي هو الكروميوم بوصف ثري لو انا عملت الالكترونيك كونفجريشن هنا كده للكروميوم لو عملت الالكترونيك كونفجريشن كده للكروميوم طبعا انا عارف الكروميوم الاصلي توينتي فور فالكونفجريشن بتاعته ادي ارجون اتين وادي فور اس لو فاكر حضرتك كاري وان ثري دي كاري فايف طب مستر بس ده نعايز الكروميوم بوصف ثري هتبا دي كاري زيرو واشيل كمان اتنين الكترون من هنا فهو عنده تلاتة الكترون طب معنى ان هو عنده تلاتة الكترون كويس جدا في ناس لسه فكرة تقول لي مستر ده هو عنده انبيرد الكترون طب هو عنده انبيرد الكترون طب معنى ان هو عنده انبيرد الكترون في السابليبل دي يابا لما اكسبوزد للفيزيبول لايت هيحصل إجزييتيشن للام بيرد الكترون والكروميوم ده من الحاجات اللي موجودة عنده حراك الوانها لونها جرين طب ليه هو لونه جرين لونيستر لما اكسبوزد للفيزيبول لايت طبعا اللون الجرين ده لون كمبيليمنتري يبقى اكيد حصل إجزييتيشن أبزورب من اللايت او من الفيزيبول لايت اللون الريد الله يعني السلفر دي اكسايت حصله حصله ايا ميستر تقول لي اكيد حصله اوكسيديشن طب ميستر حصله اوكسيديشن فيه اقول لك افنة ما تحسب اوكسيديشن نمبر بتاعت السلفر هنا ادي بوصف سيكس يبا السلفر هنا كان داخل بوصف فور خرج عندنا بوصف سيكس طب وخرج معهم كمان ايتش توقو دي كده الاكويشن كاملا لو بصت في كتاب المدرسة بتاعة حركة تلاقي الاكويشن دي موجود عنده حارتك وقبل السلفر دايكسايد البالنس بتاعنا هنا فيه 3 طب انا بقى ما يهمنيش الاكويشن في حد ذات ولكن يهمني اللي حصل في الاكويشن ايه اللي حصل في الاكويشن تقول السلفر دايكسايد ده جاز قابل للأكسيديشن مدام قابل للأكسيديشن فانا ممكن استعدم معاه اي اكسيديزنج ايجنت طب الاكسيديزنج ايجنت اللي موجود عندنا في الكتاب هو البوتاسيوم دايكوروميت اسيديفايت البوتاسيوم دايكوروميت اسيديفايت ده اللون الأصلي بتاعه أورنج هل فضل أورنج أقول الله يا مستر دا تحول من أورنج الجرين طب هل حصل له وكسيديشن أقول لا دا حصل له وكسيديشن السلفر دايوكسايت طب البوتاسيوم دايكروميت شخصيا أقول مستر دا تحول عندنا من أورنج الجرين نتيجة انه هو حصل له ريداكشن طب اللون الجرين دا هل فيه سبب لتكوينه أقول يقا طبعا الكروميوم هنا بوست 3 عنده 3 أمبير دي إلكترون لما إكسبوزد للفيزيبول لايت هيحصل له إكزيتيشن هيأبزورب اللون الرد من الفيزيبول لايت فيطلع لك باللون مين يا شباب الجرين طب حتة فنية مهمة لحضرتك أنا دلوقتي عرفت إيه دلوقتي أنا عرفت أن الاس أوتو دا الجاز دا اللي الأكسيديشن نمبر فيه بتاعة السلفر بوست فور خلي بالك من الجملة دي قابل للأكسيديشن طيب يبه هو إيه يا مستر يبه هو محتاج أكسيديزنج إيجنت طب مين الأكسيديزنج إيجنت اللي عندك قولي مستر والله يحضرتك المعتمد في الكتاب دا كي تو سي أر تو أو سيفن أسيديفايت اللون بتاعه قولي مستر اللون بتاعه أورنج أكسيديشن نمبر بتاعة الكروميوم بوستف سيكس إيه اللي هيطلع؟ هيطلع عندنا كروميوم سالفيت أدي كروميوم سالفيت أول باي ثري دا أكوة سيليوشن دا لونه جرين يبه فيه عندنا تغيير للون الأورنجي الجرين تبركز في الحتة الفنية دي يا شباب لو أنا مررت برضو السالفر دايكسايت جاز دا استخدمت بوتاسيوم برمينجانيت أسيديفايت البوتاسيوم برمينجانيت أسيديفايت دا خد بالك لونه فيلوت إيه اللي هيحصل؟ هيحصل عندنا أولاد ريموفد للفيلوت كالر ريموفد للفيلوت كالر طب معلش يا مستر دي مش موجودة عندي في الكتاب قولك أبس عليها شؤال مهم جدا جالك كده في امتحان طريق كده السنة اللي فاتت قال له حراك إيه قال لو السالفر دايكسايت جاز مررت على البوتاسيوم دايكوروميت أسيديفايت الأورنج هيتحول لجرين قولي آه مستر دي جملة كوريكت طب لو السالفر دايكسايت جاز مررت على البوتاسيوم برمينجانيت أسيديفايت الفايلوت جملة صح الله يبقى يا مستر مهم جدا أبقى عارف أن السالفر دايكسايت جاز ده ده جاز قابل للأكسيديشن وعشان يحصل له أكسيديشن محتاج يستخدم أكسيديزينج إيجنت والأكسيديزينج إيجنت المتاحة عنده حارتك البوتاسيوم دايكوروميت أسيديفايت أنا عارف أن هو ده اللي موجود عندك في الكتاب طب يعني ضيف كده لمعلومات حارتك أنه كمان البوتاسيوم برمينجانيت أسيديفايت لو SO2 مر عليه الفايلوت كالر هيحصل لريموف ديب أنت كده تعلمت حاجة مهمة جدا 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 هي تعميم المفاهيم بمعنى SO2 جاز بما أنه قابل للأكسيديشن يبقى هنقدر نأثر معاه أو نأثر عليه بأي أكسيديزينج إيجنت كما في حالة البوتاسيوم دايكوروميت أسيديفايت هيتحاول من أورانج الجرين طب برضه ممكن استخدم معاه بوتاسيوم برمينجانيت أسيديفايت اللي هو لونه فيلوت هيحصل له عندنا ريموف دا والسبب واحد أن SO2 دا هيتكون أو هيتحول نتيجة الأكسيديشن لكيميكا الكمبوند تاني دي حتة مهمة قوي دي المين تست بتاعة السالفايت طيب زي ما تعلمنا كده عندنا أولاد فيه مين تست وفيه كونفرماتري تست طب أنا ما زلت مع السالفايت السالفايت دي اللي هي SO3 طب فكرني كده تاني السالفايت دي جاية منين طيب ميستر أكيد جاية من أسد H2 SO3 ايه مميزاته طيب ميستر دا ليس ستيبل أسد طب عملنا دي تيكشن المين تست باستخدام ايه أي مور ستيبل أسد طب وريني كده الكمفرماتري تست قولك الكمفرماتري تست عندنا أولاد حياخد صوديام سالفايت ما تنساش أكوس طب قبل بس ما نعدي الحتة دي يا شباب يعني أكوس قول لي أكوس يعني ionized flutter طب يا سيدي حولوا الأينز أدي إن إيه بوستف أكوس وقادي سالفايت SO3 2 negative أكوس يبقى كلمة أكوس يعني ionized flutter من الرياجنت بتاعك من الرياجنت المشهورة جدا دا بنسميه صديق الكيميائيين دا silver nitrate هتعرف ليه سميناه صديق الكيميائيين دا بنستخدمه في المعمل كتير جدا طب أنت تعلمت بقى أكوس أكوس يعني ionized برافو يعني نكتبه ازاي هيكتب عندنا في صورة ions free تمام أدي إنو 3 الوكسيديشن نمبر بتاعته negative هاي اعمل بقى double substitution يعني يا مستر double substitution الكلام الغريب دا ولكن فهنة من double substitution لما يكون عندك ions free الions البوستف هتعمل combine أو recombine مع ions negative بتاعته salt التاني طب إلا هيتكون واللي هيتكون عندنا ادي sodium nitrate ادي يا سيدي sodium nitrate NA NO3 ما تنساش اندوان أكوس مش هكرا لحرك بقى أكوس عشان فيه صوديم والصوديم دا من ضمن solubility lovers بس مستر دا انت عندك اتنين صوديم يا سيدي حط هنا تو يبقى كيد عندنا هنا فيه تو يبقى دول اتنين silver واتنين nitrate طيب وبعدين تقول السيلفر آيون حياخد السالفايت حيتكون لحارتك سيلفر سالفايت سيلفر سالفايت دا دا precipitation هذا precipitation لونوايت السر اللي انا هستخدم ري ايجنت علشان يكون كيميكا الكمباند مميز دا الكيميكا الكمباند المميز بتاعنا اذا عايز تعمل تكشن عن السالفايت دا رسول الله قدامي تارتين اما استخدم المير ري ايجنت اللي هو ضايل اتش سيل او استخدم الكونفر ماتري تيست اللي هي سيلفر نيتريت طيب لما استخدمت ضايل اتش سيل طلع سيلفر دايكسايت دا جاز قابل للأكسديشن طيب لو استخدمت سيلفر نيتريت طلع بريسيبيتيشن لونوايت اه بس كتب لك في الكتاب جملة جميلة جدا وان كانت نقصة شوية سيلفر سيلفايت دا بريسيبيتيشن اه لونوايت بس لو عملت له هيتينج هيدي لك الاجي تو اس دا بريسيبيتيشن لونوا بلاك وطبعا بيطلع معنا اس و تو تاني طب ما تقولي بقى كده اس و تو دا اعمل بي ايه ميسا لا تعمل علي ايه اقول لها حارتك اقدر عندنا يا مستر اعمل عن الاس و تو اللي مستر سهلة جدا تقدر تعمل عن الاس و تو دا لو كان طالع عندك هنا اس و تو والاكويشن مش موجودة عنده حارتك اس و تو بقدر اعمل عنه بي البوتاسيوم دايكوروميت او البوتاسيوم بيرمينجانيت طب يعني يا مستر دلوقتي حارتك هل اعرف الاكويشن دي لا انت بس تعرف ان في لون بلاك بيتكون لما بنعمل في لون بلاك بيتكون لما بنعمل والبلاك دا هو سيلفر سالفايت البلاك دا هو مين حارتك سيلفر سالفايت يعني يا مستر يعني ممكن كده نجمع الحتة البسيطة دي كده لحارتك لو سيادتك عندك سالفايت وكان السالفايت دا اخد بالك من الحتة دي يا شباب كان حالته صولد وعايز اعمل عنه ديتيكشن طولي بسيطة جدا اضيف عليه ضايل اتشي سيل مش بس ضايل اتشي سيل يا مستر محمد اي ضايل مور ستيبل اسد ايه اللي هيطلع طولي اللي هيطلع عندنا هو سو تو جاز طب سو تو جاز فاكر طولي اه طبعا جاز قابل للاكسيديشن طب اعمل عنه ديتيكشن باي طولي هعمل عنه ديتيكشن بالبوتاسيوم داي كوروميت ادي بوتاسيوم داي كوروميت ما تنساش اسيديفايت لونه طولي لونه اورنج هلا يفضل اورنج طولي لا يا مستر هيددي لك عندنا كروميوم سالفيت دا اقوى السليوشن بس لونه جرين طب ممكن برضو السو او تو استخدم البوتاسيوم برمنجانيت اسيديفايت اللي هو لونه طولي اللي هو لونه هيتحول عندنا الـ A-Toolinster هيحصل عندنا removed للـ Color ده لو عايز تعمل Detection عن السلفايت وهو افصلة Salt لو عايز اعمل Detection عن السلفايت الحتة دي مهمة جدا جدا لو انا عايز اعمل Detection عن السلفايت وهو Aqua Solution اعمل ايه؟ هل برضو استخدم اضعي الـ HCL تقول لي لا هتضطر تستخدم عندنا Confirmatory Test اللي هو Silver Nitrate Aqua Solution فيديلك مباشرة Precipitation سوديم سوري Silver Sulfايت لون وايت طب هذا Silver Sulfايت اللون وايت لو عملت له Heating هيتحول لي مين حدوتك لـ Black جل الحركة في امتحان السنة اللي فاتت؟ قال ايه؟ قال له وانا عندي Solid Salt من السوديم سالفايت وده الحركة شوية اختيارات هل الضي الـ HCL اللي يعمل عنه Detection هل السلفر نيتريت يعمل عنه Detection هل الضي الـ HCL والسلفر نيتريت يعمل عنه Detection تنسر بس اخد بالك هو سالفايت قال لك اه بس حالته ايه؟ تقول الحالة بتاعته Solid ولكن الحالة بتاعته Solid يبقى اللي بيعمل عنه Detection هو ضي الـ HCL طب لو الحالة بتاعته Aquas يبقى اللي بيعمل عنه Detection هو مين حارضك Silver Nitrate فاخد بالك يبقى لو بديتكت عنه Solid Sulfايت Salt ضي الـ HCL او اي مور Stable Acid لو بديتكت عن Sulfايت Aquas Solution يبقى Silver Nitrate عشان بيدي الحراكة عندنا Precipitation White يتحول بالهيتنج البلاك طيب ده اول Salt Salt الثاني او الراديكال الثاني اللي هو Sulfايت خد بالك احنا قدر الامكان هناخد اتنين اتنين كده ونبتدي نقول التفاصيل كتير على الحراك شوية Solid Salt الثاني اللي هو Sulfايت لازم اعرف المصدر بتاعه دونستر محمد بقى خلاص المصدر بتاعه هو H2S طب عايز اعمل المين تست اقولك المين تست بتاعت حارتك خلاص بقى انت بقيت تمام هاختار Solid حالته لازم لازم طب هضيف عليه اي Dial More Stable Acid احنا قررنا نشتغل بالHCL ايه اللي هيحصل هيحصل Reblacement المور ستيبل من السلط بتاعته فيطلع عندك اقوى السوليوشن ودي H2S ده حالته جاز لو سمحت ما تقوليش اصل H2S ده او Bad smell انا ما بعتمدش في ال Detection على السمل زي ما قلت لحروتك طب ايه الحل؟ قالك الحل ببساطة شديدة جدا خلي ال H2S ده اللي هو الجاز ده قرب منه Paper with بال Lead Acetate دي Lead Acetate Lead Acetate ايه اللي هيحصل؟ مونيستر برضو نفس القصة هيحصل عندنا reaction Lead هتاخد السلفايت البوستف هياخد ال Negative معلش يا مونيستر تم لخبط ولا ايه؟ مش احنا عارفين ان البوستف في الاول اقولك افنن بس ده Organic ال Organic ال Radical الاولاني بيبقى Negative والتاني بيبقى بوستف قدي البوستف خد السلفايت طلع بي بي اس ده ريسيبتيشن لونه بلاك وده ال Negative خدية ال Hydrogen طلع عندنا Acetic Acid اللي هو H3COOH تاني يعني يا مستر حضرتك لو انا حابب اعمل Detection عن السلفايت كمل وهو حالته مين؟ Solid هضيف لي Dial HCL طلع H2S جاز Rotten Ag smell قربت منه Paperwood بال Lead Acetate طلع ال BBS او ال Black ما عليش مستر محمد لو انا كنت باستخدم Sodium Sulfide Aquas Solution هل برضو ال HSL هو اللي يعمل Detection اقول لك لا عطار هنا استخدم مين بقى؟ حبيبي الكيميائيين ده اللي هو Silver Nitrate Solution بص كده للايكويشن بتاعتك من غير ما نعمل Ionized Sodium مع Nitrate سيطلع لحراكة عندنا ادي Sodium Nitrate Aquas Solution طبعا مع Silver هاخد ال Sulfur هدي لك عندنا Black Precipitation الله يعني Detection عن السلفايد قدامك وهي يا سيدي ادي المين تست المين رياجنت اي ضايل More Stable Acid شرط استخدم على Solid Salt ودي ال Confirmatory Test Silver Nitrate طلع لك مميز باللون كل الرجاء ان يكون الحاجات اللي انا قلت لك التفاصيل دي اضافتلك او ساعدتك قدر الامكان اللي اتعلمك ولو حتى جزء بسيط علشان قدر الامكان ان شاء الله وحنا بنحل افكار عليا من الاسئلة تبقى الدنيا ميصلة بالنسبة لك سلام عليكم